جوايا رميم وربي كريم أدريحي اللي مات فيه كفايا غيوم وهقدر أقوم لو طالت ليالي لو رغبتك في الرجوع إلى الله والإقبال إلى الله انطفقت بسبب كتر المعصية وتذوق لذة المعصية دي فكرة شيطانية محتاجين نعيد بناء هذه الرغبة عشان تستكمل رحلة حياتك وأنت سائر إلى الله ويكون شيطانك ملوش عليك سلطان في أنه يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى ويأسك من رحمة ربنا أول حاجة هتعملها لإعادة بناء الرغبة دي إنك هتحتاج تستدعي العقيدة كيف ينظر الله للعاصي ولو سمحت العقيدة دي ما تستدعيهاش من أفكارك الله اللي يقول لنا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو العاصي اللي عايز يتوب ده كيف ينظر الله لي هقول لك آية وحديث بص تركيبة الآية دي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له النصيرة الآية دي بتتكلم عن أسوأ نوع من الناس بيدعي الإيمان وجوه كفر وبده بيشتغل جسوس على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وبيئذي المؤمنين وبيئذي النبي بسبب النفوسة المؤمنين مدعي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما شايف التركيبة المنافقين أسوأ أنواع البشر وأكثرهم ضررا على المؤمنين لو تابوا وأخلصوا لربنا وانت كده أولا أنت مش منافق انت مؤمن موحد ومهما كان ذنبك مش قد النفاق ثانيا أنت مخلص وعايز ترجع شيل شطانك بأفكاره من سكة ربنا سبحانه وتعالى وكمل هيعمل معاك يا ربنا فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيمة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم واحد راجع على ربنا يعذبوا ليه وما يقبلوش ليه فاكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام انت حفظه بيتقال يوم الجمعة التائب من الذنب كمن لا ذنب له انت رايح ده انت مش انت انت إنسان صالح الذنوب ولا كأنها كتموجودة وده من معاني اسم الله العفو العفو يعني المحو المسح مسح ذنوبك من قلبك مسح ذنوبك من كتب الملايكة ومن ميزانك يوم القيامة حاجة تانية اللي هقولك عليها small baby steps زي ما بيقولوا خطوات صالحة صغيرة زي الترس الصغير اللي بيشتغل ويبدأ يشغل كل الماكانة الضخمة بعد كده جيمس كلير في كتابه العادات الذرية atomic habits بيتكلم على التغييرات الصغيرة في عادات البشر وبيقولك ان واحد في المية يوميا خطوة صغيرة هتتفاجئ انك انت في ايام هتعد عليك بسرعة بقيت انسان تاني لكن ما تبصش على عاداتك السيئة نظرة كده كلية فتحس انك صعب تتغير خطوة صغيرة صلي ركع تويتر قبل ما تنام بيسموه butterfly effect تأثير الفراشة نظرية طلعت 1963 ان الفراشة لما بترفرف كده بجناحها الصغير ممكن تعمل تأثيرات في الحالة الجوية تعمل إعصار على بعد ألاف الكيلومترات كأنه مثل ان ممكن خطوة صغيرة butterfly effect خطوة صغيرة تعمل خطوة خطوة لغاية ما تعمل تغيير كبير اعمل كده ركعة الوطر اللي قبل ما تنام دي هتنايمك بلك مرتاح هتخليك نفسك تصحى على الفجر هتساعدك تغض بصرك لما تروح شغلك ممكن تبقى فاكر ربنا كل ده ببركة نفحة ربنا ليك وإكرامه ليك لو صليت ركعة بس قبل ما تنام الحاجة الثالثة تقبل انتكاساتك برحمة وانت ماشي في رحلة أي إصلاح لما بيعلمونا في change management إدارة التغيير وانت ماشي بتغير فيه وقعاتها تقعها لما تقع ما تسيبش السكة يعني فيه موظف بيغلط هو لما بيغلط بيمشي ويسيب الشغل ما هو بيكمل وبيطلب السماح من مديره وبيحاول وبيطلب حد يعلمه تقبل انتكاساتك ومعاصيك في سكة ربنا برحمة زي ما ربنا سبحانه وتعالى سمح لك لما تغلط تتوب ولما تغلط تتوب وقال لك ان ده أنا بحبه إن الله يحب التوابين يا نهار البيط ويحب المتطاهرين فتقبل ده تعرف تعيد بناء رغبتك اللي اتطفت في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر